أهلاً وسهلاً بكم في برامج كلمة لتعلم اللغة والثقافة والفنون العربية تستقبل برامج كلمة الأطفال غير الناطقين بالعربية من مختلف الأعراق والأجناس بين أعمار ثلاث ونصف إلى إثنى عشر سنة ممن يشاركون في نشاطات وبرامج اللغة العربية ما بعد المدرسة وفي عطلة نهاية الأسبوع وفي العطلة الصيفية في ولاية ماريلاند قرب العاصمة الأمريكية واشنطن تتبع برامج كلمة نهج التعلم النشط والذي يجعل المتعلم مركز عملية التعلم كما تأخذ برامج كلمة دياجات المواطن العالمي في القرن الواحد والعشرين بعين الاعتبار حيث تستخدم استراتيجيات مدروسة ومبنية على البحوث العلمية في أساليب تدريس اللغات الأجنبية فأساليب التعلم في برامج كلمة متكرة وتفاعلية وتهدف لتنمية جميع أنواع الذكاء ومجارات الاختلافات الفردية في أساليب التعلم المفضلة منها التعلم الحسي والبصري والسمعي والحركي والموسيقي كما تهدف المبادرة لزيادة محصول الطلبة من مصطلحات اللغة العربية ومعرفتهم بالثقافة العربية من خلال النشاطات التفاعلية ونهج التعلم العملي متمثلا بأساليب المشاريع المخططة يتم تحقيق هذه الأهداف عن طريق الاكتساب غير المباشر للغة من خلال الانغمار فيها لدى القيام بنشاطات من اختيار الطفل كالفنون والأغاني والرقصات الشعبية والمشاريع الإبداعية والمسابقات والألعاب الهادفة نسمي طلبتنا في برامج كلمة مستكشف الثقافة لنشجع لديهم التفكير النقدي وروح المغامرة وحب التعاون والعمل الجماعي من أجل هدف موحد حققت مبادرة التعلم المرح نجاحا على عدة صعد منها تحبيب الأطفال باللغة العربية وترغيبهم لتعلمها وفخرهم بقدرتهم على التحدث بها وقراءتها وكتابتها ترجمة نانسي قنقر